وزارة الدفاع الوطري بلاق عسكري رقم مئتان وسبعة واربعون بيرلحل الأراضي المحررة أثنين فبراير الفين واثنين وعشرين استهدفت وحدات شيش التحليل الشعبي الصحراوي اليوم منذ السنين قوات الاحتلال المغلبية بقطاع المحبس مخلفة خسائر فادحة بالارواح والمعدات استهدفت وحدات شيش التحليل الشعبي الصحراوي تمركزات وجحور وتخندقات جنود الاحتلال المغلبية الرقيب أول زوج محمد والكلتوم السلام عليكم والإخوان حياكم الله معكم أخذي لكم علي فريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم كيد الخوت وحد الملاحظة تعقبة هنسمعوا صحراويين لاحظوا وحد الملاحظة في البوليزار وهذا الصحراويين منهم وحدين من البوليزار وقد سمعوا كذلك هذا الملاحظة فيها سؤال وفيها إجابة من طرائف البوليزار ومضحكة مضحكة حقيقة هذو الصحراويين لاحظوا أنه مباشرة بعدما عندت البوليزاريو الرجوع لما تسميه الكفاح المسلح يعني في 2020 بعد غلق مع برقر عادت البوليزاريو تنشر ما تسميه هي بلاغات أقسافا وهذا ما تسميه البوليزاريو بلاغات أقسافا ومسميه كل بلاغ برقم يعني كان بلاغة رقم واحد بلاغة رقم زوج بلاغة رقم ثلاثة بلاغة خمسين بلاغة ميال وصلنا البالاغة رقم ألف وعدينا البالاغة ألف تقريبا بتسع بلاغات كان البالاغة ثمينية والبالاغة تسعون اليوم وصلت البوليزاري تقريبا لألف ومئة بالاغ تقريبا ألف ومئة بالاغ ولكن مباشرة بعد البالاغ رقم تسعود ولا ربما عشرة ما عدتش البوليزاري كتسمي بالاغاتها بأرقم فهمتوني ربما كنتم مني نكون فهمتكم يعني البالاغات السابقة كل بالاغ كتسميه برقمه بالاغة رقم واحد حتى البالاغة رقم تسعود البالاغات الأخيرة ما عندهوش أرقام البالاغات بدون أرقم مسميه مش بالمرة الملاحظة التانية هذو البالاغات اللي كانت كتنشر البوليزاريو بالأرقام من البالاغة رقم واحد حتى البالاغة رقم تسعود كانت تصدرهم ولا كتنشرهم ما تسميه وزارة الدفاع التابعة البوليزاريو ولكن البالاغات الجديدة اللي وسط اليوم بلاغ ألف واحد وما عندوش رقم عاد تصدرهم مؤسسة أخرى تابعة البوليزاريو اللي هي المديرية المركزية المحافظة السياسية هذي اللي عاد تنشر هذو البالاغات ولكن الفرق بين البالاغات ما تسميه وزارة الدفاع وبلغات ما تسميه المديرية المركزية المحافظة السياسية لاختلاف فقط الأرقام بلغات وزارة الدفاع مسمين بالأرقام وبلغات مديرية المركزية معدوش أرقام إذن شنو هو ملاحظتكم في هذا الأمور شنو ملاحظتكم هذة بلغات ما تسميه المديرية المركزية وهذي ملاحظت أنا هذو البلغات الأخرين كي يعلن البوليزار وأبواقهم يعني المرتزقة ما هو رسمي الأبواق المرتزقة اللي كنشطفوا وسائل التواصل الشمالي لأنهم قصفوا مدن صحراوية مغربية كيف العيون والسرد وباقي المناطق اللي عندنات البوليزة يا غير بلاغات الأقصى الرسمية ما كيعلوش فيهم لأنهم قصفوا المدن كيف قصف القذائف اللي وصلت السمارة القذائف اللي وصلت السمارة السجد فيها مغربي رحمة الله عليه وتلال جرحة الله يشافيهم ولكن هاد البوليزاريو معلناتش رسميا في هذه البالغات لأنها استهدفت هي فقط تشير كتموه كإشارة إشارة لأنها قصفت وكما كتقولش لأنها قصفت المدني البوليزاريو خيفة خيفة ما بغالتش أتعرف لأنها قصفت المدني نقطة أخرى نحن نتكلموه على الدواعش الإرهابيين والبوليزاريو شنو الفرق شنو الفرق بيناتش هاد الدواعش الإرهابيين من اللي كينفضوا عملية إرهابية في جميع دول العالم ما كيعلنوش عليها تلقى متسطرة ولا أعلن لاش واحد تعلن عليها متسطرة نفس ذاك الشي عند البوليزاريو البوليزاريو قصفوا المدنيين وما كيعلنوش لها رسميا تقولوش نقصفنا يعني كتلقى متسطرة وكيتوكلوا فقط على أبواقهم اللي ناشطين فوسائل التواصل الاجتماعي كي اعترفوا كيف تاخروا كي يحسبوهما مجد ولكن البوليزاريو كمؤسسة عسكري تابع الجزائري ده صح التأمير ما كتعلنش عليها تشي نهائيا حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم والسلام عليكم ورحمة الله رخوات المنصة التواصلية منتذ الحوار الصحراوي تحياتيكم كاملين خالق صديق نبهني الفارح على ملاحظة في البلاغات العسكرية الأخيرة لجفة البوليزاريو لأنها ما أتلا تتحمي الأرقام من البلاغ رقم واحد إلى من يعرف ألف شي ومن فما أتلا وعاد الله إن قالوا البلاغ العسكرية ومن غير أن نعرفوها البلاغة رقم وشنهو رقم وكم إذا عادت اللي ماكنا هذا من جهة من جهة ثانية على أن البلاغات كانت تصدر عن وزارة الدفاع ريك السادرة تباني لعن المديرية المركزية للمحافظة السياسية لأني أعرف المقصود من ذاك شنه هذا من جهة ثالثة مولي وكالة لنباء الجزائرية لابيل مشاتت تضرج البيانات وتبينه إلى البيان مئة وخمسطعش ووقفت وهما تقريبا لحقوا أنا يعرف كان هم ألف ولا ألف وشي وعاد الله بلاغ وتوسك كايمة بدون رقم بدون تفاصيل من الجم واللي خد يخرص ده هو لا نفس المعلومات نفس المعطيات أعداد القتلى ياسر أعداد المجاريح ياسري وهذا اللي حسبناها من عند واحد إلى ألف وشي معناها أن القوات المسلحة الملكية المغربية غيرت جنودها بالكامل جابت جيش ثاني شوف من أين جابته بدلته كامل بما أنه أعداد القتر يوميا معروفين وأعداد الجرحة المولي كذلك ليعود أعداد الجرحة كثرة من القتر معنا ذاك أنه الجيش غير غير أحداته العسكرية كاملة وأفراده تالي هذا كامل قا يقد يعود مصيب عنه قا الناس ما يعرف زين عندهم ألاد دعاوته اللي نوع من الدعم النفسي نوع من دوسيس دوسيس نفسية نوع من شي يقول له بالعربية جرعة جرعة نفسية للناس اللي يفهم موالة لدبية كاملة مرقب ريفاتنا لندها كاملة اللي نوع من ضياع الوقت واستثمار الوقت اللي في مسايا الشخصية راهم تصباني بدياراتهم راهم بتجارتهم وعندهم موسطة يشتغلون أسف الشديد السلام عليكم ورحمة الله الحوار الصحرامي مرحبا بكم سهلا بوهلا السارك تشحرك يا كباس يا كباس الأرغام ظهر لهم ولانا عنهم اللي فرقوا وتوفوا بعد والنتيجة ما يخلق والثولة أرغام عليهم ماتلا وقال دين يديرهم عاد يديرهم لهذه الانشاءات وحدات جيش تحرير وحدات جيش تحرير الشعبي وحدات وعند العش وعند ما نعرفاش هذا شي من الانشاءات وتوفوا شي من السنفونيات اللي ما لا نتيجة فيه وعاد مكشوف مكشوف من هك ومكشوف من هك شي من الدعاية الواهمة اللي لا فائدتها فيه لاحقوه لاحقوهم بهيبتهم كانوا مهابين وكانوا مقلول عنهم قاعدة امتسوا والله يخرج شي بعد لا يتعود قاعد حاله ساعة طاحت الهيبة وطاحت الشخصية وطاحت كل شي وبقاذ كل شي بقى مغارق لا السياسة العامة ولا ذا اللي يعني ما ما خالك شي ما كل شي بقى جوه شي كذبتو اللي لا فائدة فيه الحصيل فيه النتيجة النهائية هي خسارة البشر بدون شي بدون مقابل من أجل يا كتموا واحدين قاعدين مقاعدات 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 تكذب هذا الحمر تكذب الأحمر رضي بلا فائدة هذا هو الواقع الحرك هذا مكشوف لعبات لعب قديم لعب السبعينات والثمانينات بلا فائدة بلا فائدة سلام عليكم من تدى الحوار الصحراوي اشطاري لكم يا كلاباس شكيش ما عكام ولا يجاكم موحد عنه بس بخير الحمد لله ما عزنا ما نقولو لكم ولا نقولو لكم قاعد كاملين يخالصكم وأنا عرف عن خاصتكم الرغية وطوف لا خاصتكم الرغية تنقر عليكم يا كاتكم وتعودوا باقيين تعدوا شي لشعبكم هذا اللي يطايح شي وش شفاكم الله لا بلانا مرحبا وسهلا ووهلا مرحب سبيك لاب النبط انت شحارك لاب السري يا لاب النبط هي الرغية فيها وفيها اي اي الرغية عينك هي يا لاب النبط رغية رشيد رغية قويرة والويلة رغية 12 أكتوب هي مدرسة حبس وشنو عندي عينك لا لا ملبك الرواية ما نقاد تقول عن خاصكم الحبس وقلت عن خاصكم الرغي يوتيوب كيف رغية اشتركوا في القناة